موسيقى سلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من طاولة حوار بعد أكثر من عشرين عاما من الاحتلال الأمريكي والحكومات التي جاء بها بأحزابها وميليشياتها بعد عشرين عاما من الفساد والسرقات والمحسوبية وضياع البلاد وانهيار الاقتصاد بعد عشرين عاما من القتل الطائفي والاعتقالات والخطف والترهيب وعمليات التهجير القسري وسرقة الممتلكات المواطنين من العرب السنة ومسيحيين ومن كل الطوائف بعد عشرين عاما من خروج خمسة ملايين عراقي خارج أسوار الوطن ونزوح أربعة ملايين آخرين داخل حدود العراق بعد كل عمليات التغيير الديمغرافي المصحوبة بأقدر أنواع الجرائم وعلى كل طوائف الشعب جاءت الحكومة اليوم لتطرح مشروع التعداد السكاني في البلاد عفر توقيت ممتاز أن تقوم الحكومة بهذا التعداد الآن بعد أن غيرت تركيبة المدن والمحافظات العراقية وجعلت من المواطن غريبة في بلده وربما أضحت الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي تبحث عن الترند أو الدعايات السياسية لها لعدم وجود إنجازات حقيقية بعد أكثر من عقدين على احتلال العراق وخمس حكومات تعاقبت على الحكم لم تقدم سوى الويلات لجميع العراقين سرقات فساد سلاح منفلت اقتصاد منهار ميليشيات صادرت حتى صلاحيات رئيس الجمهورية والوزراء واليوم وكما نقول باللهجة العراقية تريد أن تكشخ حكومة السوداني بمنجز جديد أخفقت فيه كل سابقاتها وهي إجراء التعداد السكاني في العراق وبتكلفة 300 مليار دينار وكم لكن ستكون في هذه الحلقة وكم خط تحت السطور سنضع على عملية إجراء التعداد فكيف ولماذا وما الهدف من إجراء التعداد السكاني في العراق في هذه الفترة من تاريخ العراق وما سيضمن أصلا نزاهة التعداد وسلامة سير العملية نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من طاولة حوار بعنوان التعداد السكاني في العراق دعاية سياسية أم ضرورة حكومية في البداية سنشاهد هذا التقرير ثم نفتح حوار مع ضيوفنا الكرام الأحزاب التي جاءت لحكم العراق تحت مظلة دعاية الديمقراطية للاحتلال الأمريكي فاجأت العراقيين المصدومين بحالة الاحتلال بنظام محاصصة طائفية لم يقم على إحصاء سكاني ولم يراعي أدنى معايير التوزع السكاني في المحافظات ومع ذلك أسس لمحاصصة طائفية وزعت المناصب والثروات وفقا لنسب لا تمت إلى الواقع بصلة مع أنه من المفترض لمن يريد تأسيس نظام محاصصة أن يبدأ أولا بإجراء إحصاء سكاني أو بالأحرى طائفي على اعتبار رؤيته السياسية في ذلك الوقت لم يبدأ بعد منهج التهجير والتغيير الديمقرافي فخشي النظام الجديد كما يرى مراقبون من أن تصدمه النسبة السكانية وما إن مضت سنوات من عمر العملية السياسية حتى بدأ الحديث يدور في الأروقة الحكومية حول ضرورة إجراء تعداد سكاني وفي كل مرة يؤجل أو بالأحرى يماطل به حتى يتسنى للأحزاب الطائفية وميليشياتها فيما بعد تهجير أكبر قدر من العراقيين وتغيير التركيبة السكانية وخصوصا في المناطق المهمة مثل حزام بغداد وديالة وصلاح الدين والموصل كذلك وزارة التخطيط الحالية يبدو أنها عازمة على إجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني القادم ولذلك طلبت تخصيص ثلاثمائة مليار دينار لإتمام هذه العملية لكن ماذا عن نحو مليون مخفي قسريا ومئات آلاف النازحين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية فضلا عن المهجرين في الداخل والخارج كيف سيشملون بالتعداد السكاني أم أن استبعادهم يتوافق مع التغيير الديمغرافي المخطط له منذ عام 2003 وفي خضم الحديث عن التعداد السكاني يبرز ملف محافظة التأميم ليفتح بابا جديدا من صراع قد يصل إلى مرحلة صدام مسلح يدفع العراقيون ثمنه التعداد السكاني في ظل هذه الظروف يعد تتويجا لخطة العبث الإيراني في العراق كما يرى مراقبون نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من طاولة حوار ونرحب بضيفنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي مرحبا بكم أيضا نرحب بالأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرف في لندن مساء الخير أستاذ صباح مرحبا بك ومشاهدين الكرام أيضا دكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع مرحبا بكم أستاذ أو دكتور عبد السلام عفوا حياكم الله وتحية إلى ضيفيك الكريمين دكتور رافع الفلاحي والأستاذ صباح المختار أهلا بكم ضيوفنا الكرام ومشاهدين الأكارم دكتور يعني التعداد السكاني في العراق وربما منجز يراد أن يضاف إلى منجزات الحكومة الكثيرة التي تحاول أن تضفيها على نفسها أو آخر أعداد سكاني جرى في العراق كان عام 1987 جرى لكل المحافظات العراقية وآخر إحصاء تم سنة 97 لكن بدون المحافظات كردستان العراق من بعد الاحتلال عقدين 21 سنة كيف تم تنظيم الأمور كيف جرى تنظيمها ما بين المحافظات تخصيصاتها الحكومات المحلية حساب نسب المواطنين داخل المحافظات وحساب الموازنات السنوية لهم كيف ترى أن الأمور جرد لعشرين سنة وما الذي يريدون فعله وإجراءه بهذا التعداد بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ سنان دكتور سنان وحيي الأساتذ الأخوة الكبار الدكتور عبد السلام والأخ الأستاذ صباح المختار الحقيقة جرت في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 لغاية 2003 جرت ربما ثمان عمليات ما يسمى بالتعداد السكاني في عام 1927 جرى سلطة الاحتلال البريطاني أجرت عملية التعداد وفشلت هذه العملية سلط التدخلات وألغت النتائج في عام 1934 عادت مرة أخرى وكانت فقط لتعداد السكان الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات والذين يمكن أن يساقوا إلى التجنيد المجهود الحربي في عام 1947 جرى أول تعداد ربما بصيغة علمية ودقيقة بشكل أو بآخر وقرر في ذلك الوقت ربما كان نفوس العراق ثلاث ملايين ومتين ألف هكذا كانت النتائج وقرر أنه إجراء التعداد كل عشر سنوات في عام 1957 جرى تعداد للسكان أيضا وظهرت نفوس العراق بحيث أربع ملايين وكذا يعني قريب الخمس ملايين بعدها شمالة كل محافظات العراق في وقتها نعم وبعدها كل اللي نتحدث عنها كل المحافظات كل المحافظات لما فيها محافظات الشمال الأربيل والمسليمانية لم تكن إدهوك موجودة بعدين استحدثت إدهوك المهم في عام 65 جرى كان المفروض يجري في 67 لكن جرى التعداد في 65 قدموا سنتين وظهر نفوس العراق بحدود 6 ملايين وكذا يعني عدد وجرى التعداد الآخر عام 77 وهذا كان ربما أشمل تعداد لأنه هذا ما كان يبحث عننا العراق ويبحث عننا أي دولة تعداد ليس فقط للسكان لكن لإمكانيات العراق كاملة وهو هذا المغزى من أي تعداد نعم تبحث عن إمكانياتك لكي تعد خططك التنموية بناء على هذه الإمكانيات نعم جيد عندك نمو سكاني جيد عندك موارد زراعية جيد عندك موارد صناعية تحسب البطالة وتحسب العمل يجد تحتاج جامعات ومدارس وشون التطور يجد عندك ميزانية هكذا جرى في عام 77 في عام 87 أيضا جرى تعداد للسكان وكان طبيعي أيضا محافظات شمالية موجودة بال97 جرى تعداد للسكان لكن لم تدخل بيه مثل ما أشرت حضرتك نعم المحافظات الثلاثة اللي هي سليمانية وأربيل وادهوك بسبب كانت الظروف وخطوط العرض وخطوط الطول وكان هناك مشاكل كثيرة وكنا في وقت الحصار فلم يعترف حتى بنتائج دولية ربما حتى في العراق عموما لم يجري بعد هذا لغاية الآن حتى تصطلع عنه كأحصاء وليست عندك نعم لم يجري بعد هذا أي أحصاء في هذه القضية كل العمليات التي جرت خلال الواحد عشرين سنة تحت ما يسمى عنوان كبير التخمين وهذا التخمين قضية كبيرة فيها من الخطأ الكبير لذلك عندما بدأ بريمر في حكم العراق بدأ بهذه العملية التخمين اعتمد على روايات روايات قديمة ربما تعود إلى حن بطاطو الذي كتب جزء من تاريخ العراق نعم وذكر في وكثير من الذي يتحدثون يقولون أنه الإحصاءات القديمة في العراق ويذكرون إحصاء 57 و 47 ويقولون زورا وليس واقعا ويعني خلي جوها ألف خط هذا نعم يقولون أن عدد السنة هلقد وعدد الشيعة هلقد هذه كذبة كبيرة لم يتطرق إحصاء سكاني في العراق لقضية السنة والشيعة أبدا نعم لم ترد مثل هذه الكلمة أبدا في كل العصاءات نعم وحتى ما ذكره حنبطاطو هو تخمين هو يعني تخمين هكذا لذلك جاء بريمر نفس القضية في هذا التخمين وبدأوا يصنعون من هذا التخمين وهم كبير في بناء العملية السياسية وبناء كل ما جرى كل الواحد 20 سنة فرقوا الشعب ومزقوه بهذه الكذبات الكبيرة نعم والشعب لم يكن يبحث عن سني وشيعي ومسيح ومسلم لم تكن هذه سائدة بالمجتمع العراقي الحقيقي ولم تكن موجودة حتى أن قالوا أن هناك خلافات لكنها خلافات لم تكن تصل إلى حد التصادم نعم وحد الوصول إلى هذه القطيع المجتمعية هذا القراب المجتمعي الذي حصل عموما كل اللي جرى هذا الذي يريد أن أقوله خلال 21 سنة اللي مضت أو ما يقرب من 21 سنة تحت بند التخمين وهذا يدخل في الخطأ الكبير لأن نسبة الخطأ بالتخمين عالية جدا جدا خاصة مع وجود حكومات فاشلة حكومات غير يعني القيادات فيها وكل وزراء فاشلين وغير قادرين وبصيغة المحاصصة الطائفية والقومية فبالتالي رعاية هذه القضية والتدقيق فيها لا يهمهم وكل الموازنات وكل حتى الانتخابات التي جرعت نعم على حساب توزيع المقاعد على عدد السكان كانت خطأ في خطأ لأنها مبنية على التخمين لذلك كان الإحصاء ضروري لكن لماذا لم يقرروا الإحصاء طوال 21 سنة وهذا السؤال المهم واللي ربما في الحلقة سنناقشه نتابع هذه الأسئلة الآن نتوجه بسؤال إلى الأستاذ صباح المختار مرحبا بكم معنا من جديد في هذه الحلقة أستاذ صباح قبل إجراء التعداد السكاني هل العراق اليوم يعد مهيئ لإجراء عملية التعداد السكاني مع تهجير ملايين العراق خارج العراق نازحين بالملايين داخل العراق مختفين قسريا داخل السجون لا يعلم أينهم أصلا كذلك اقتصاد منهار الشعب العراقي بالتالي هل تجد أن التعداد السكاني توقيته مناسب اليوم العراق مهيئ لإجراء مثل هذه العملية طبعا أولا عام 2003 لما احتلل الأمريكان عراق لم يكونوا يريدون مصلحة العراق وبالتالي لم تعتمد أي وسائل وكما ذكر الأخ رافع لم كانت كلها عبارة عن تخمينات لا تستني إلى أسس خلال سنوات كلها هذه الماضية اعتمدوا على التخمينات كما ذكر ولكن التعداد هو عملية ضرورية وفق كافة المعايير وتحت كافة الظروف وبالتالي كل بلد يجب أن يجري تعدادا عاما للسكان لكي يعرف عدد السكان إضافة إلى تحديد ما هي الأسئلة التي توضع في استمارة الاستبيان هذه العملية عملية معقدة وعملية طويلة وعملية تحتاج إلى عمل كبير موضوع المغيبين والسجناء والمغتربين والمهجرين داخليا وخارجيا بالتأكيد هذه مشكلة كبيرة ولكن هذه لا تمنع من إجراء التعداد وبالتالي يمكن إجراء التعداد واعتبار أن هذه النقاط التي ذكرنا هي السجناء والمغيبين والمهجرين هي نقاط بحاجة إلى توضيح أو إضافة ولكن التعداد في نهاية الأمر مطلوب في كل الحالات أما أن المشكلة هل أنه ستكون هناك مشكلة أو لا التعداد هي عملية فنية مهنية تجري كل عشر سنوات إن كان ذلك ممكن والآن بالنسبة للعراق يبدو أنه ستجري في أكتوبر القادم ونهاية العام هذا العام وأعتقد هذه عملية ضرورية وأعتقد أننا نستطيع أن نتكلم عن الماضي ولماذا لم يحصل وماذا فعل لماذا ولكن هذا لا يغير من الواقع شيئا العراق نحن ننتقد التخمينات لعشرين سنة ثم لا يجوز لنا الآن أن ننتقد التعداد التعداد هي عملية فنية مهنية هذه تختلف عن الانتخابات التي يجري فيها تزوير وإلى آخر من كل هذه القضايا هذه عملية تختلف بشكل ثاني يقوم به أولا مهنيين سيكون هناك متطلبات كثيرة جدا الجوانب الفنية تدريب بئات الألوف من الأشخاص للتعداد أنا أذكر حينما كنت صغير في السبعة وخمسين أخذنا لإجراء التعديل نحن كطلاب لأن الحكومة تستعين بالطلاب وبالمدارس وبالمدرسين إلى آخر لإجراء هذه العملية فأظن أنه من الضروري إجراء هذا التعداد حتى مع التحفظ الذي ذكرته فيما يتعلق بالمغيبين والمسجونين والمهجرين داخليا وخارجيا نعم دكتور عبد السلام هنا أيضا هناك سؤال يطرح وقضية شائكة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف تقول هناك مليون ومائتي ألف نازح في العراق لا يزانون لغاية هذه اللحظة هم نازحون في مخيمات في العراق ولكن وزارة الهجرة والمهجرين تقول أن عدد النازحين الذين يقطنون في كردستان العراق بحدود ستة وثلاثين ألف عائلة وبحساب الأرقام هناك مليون نازح لا يعرف عنهم هل هم محسوبون لدى وزارة الهجرة والمهجرين إضافة إلى ذلك أوراقهم الثبوتية غير موجودة خرجوا من بيوتهم دون استحاب أوراقهم الثبوتية فبالتالي مليون شخص اليوم ربما لن يدخلوا في هذا التعداد وغيرهم من المغيبين وغيرهم من الذين ليسوا مهيئين للدخول في مثل هذا التعداد بالتالي كيف يمكن التسليم بنتائج مثل هذا التعداد وهناك ملايين النازحين أو مئات الآلاف أسقطوا من حسابات الحكومة نعم الحقيقة نحن لسنا ضد التعداد نعم ضد النوايا غير المنظورة للتعداد يعني الشيطان سوف يكمل بالتعداد بأسئلة الاستمارة الاستبيانية على صعيد الحقيقة موضوع الأوراق الثبوتية نعم وموضوع داعش الحقيقة هناك تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية أشارت بوجود 45 طفل بالإراق موعدوا موراق ثبوتية حتى الآن لأنهم ملدوا أثناء سيطرة داعش مقابل ذلك أشير هناك أيضا مئات الألوف الآن من الملادات غير الشرعية ارتكبت هذه الجرائم والحالات أفضل من قبل متسللين لكن رغم ذلك الحكومة تمنحهم أوراق ثبوتية مراهقة عن الملايين الإيرانيين والأفغان وغيرهم الذين دخلوا لغرض قلب الهرم السكان العراقي وهنا تكمل القضية موضوع الأوراق الحقيقة الثبوتية بالقوانين العراقية والقوانين الدولية أدنى بقانون رعاية الأحداث لرقم 76 لسنة 83 ونشرف أنه كنت أحد المساهمين في صيافة وفي تطبيق هذا القانون أوجد على أن ارتكب من الأحداث جريمة طبعا من ارتكب وليس جميعهم يوضعهم في مدارس إصلاحية تربوية تقدم لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والكسوة وغيرها يعني ولا أخفيك وأن عدد من الوزراء العمل والشؤون الاجتماعية لا زالوا أحياء كانوا يتذكرون جيدا كيف كانت الدولة تقدم كسوة ملابس لهؤلاء الأطفال الأحداث صادرة من رئاسة الجمهورية يعني أرقى أنواع الملابس لجنة حقوق الطفل التاجعة للأمم المتحدة أشارت بأن على الدول الامتناء عن توجيه اتهامات الأطفال ومقاضاتهم لمجرد ارتباطهم بجماعة مسلحة غير دولية بما ذلك الجماعات المصلفة على الإرهاب لذلك ينبغي على الحكومة العراقية تعديل قوانين مكافحة الإرهاب لإنهاء احتجاز ومحاكمة الأطفال لمجرد مشاركتهم في تدريبات داعش ومع الألم بأن القانون الدولي يحضر تجنيد الأطفال بالجماعات المسلحة بما فيها الحجد الشعبي هناك أطفال عمرهم دون السن الثامنة عشر يعتبرون أطفال فجميع القوانين توجب الإفراج عن جميع الأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم ويجب معاملة الأطفال الذين ارتكبوا جرائم معاملتهم ومقاضاتهم وفق المقاضيين هذا كيف سيؤثر على خط سير عملية التعداد طبعا سيؤثر لأنه المهجرين قسرا داخليا بحدود ثلاثة مليون وهذا الرقم ذكره السيد سليم الجبوري لما أتى هنا إلى ستوك هول وهناك أيضا مهجرين بما يزيد على مليونين عراقي بمعنى تعداد سكان المهجرين يصل إلى ستة آلاف أو أكثر أكثر من تعداد سكان دولة الكويت بلا شك هذا سوف يؤثر على التعداد يناهي عن نظام النظام المحاصصة والإكراه التشريعي الذي دخل إلى إلقاق بعد النجمة المكرية التي أصابته أدى إلى أن القوانين الإراقية أصبحت تسير وفقا للإكراه الشرعي الإفتائي الفقهي وشكرا نعم أيضا دكتور عطفا على ما تفضل به الدكتور هناك الدكتور أو الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخ ليتكلم عن منح أكثر من طبعا الرقم يقول أكثر من خمس ملايين شخص تم منحهم الجنسية العراقية من دول الجوار بالتالي المجنسين العراقيا حديثا كيف سيؤثرون على نسب هذا التعداد وكما ذكر الدكتور عبد السلام هناك مغيبين وهناك ناس ليس لديهم أوراق ثبوتية فجارك أنه تغيير تركيبة السكان والمجيء بآخرين أعطوا الجنسية العراقية وهذا الموضوع جعلني دقيق جدا قال بالنص نحن لسنا ضد عملية التعداد كعملية فنية نعم وهي يجب أن ندافع عنها ويجب أن نقف ضد الوضع لكن هذه عملية نحتاجها نعم هذا صحيح جدا ولكن نحن نحتاج الانتخابات لكن هل نجري الانتخابات في ضل حكومات فاسدة ومخربة ومزورة هذا السؤال نحن نحتاج إلى المحاكم والعدالة لكن عندما تغيب العدالة نحتاجها جدا جدا لكن عندما تغيب العدالة نتحدث بهذه الطريقة إذن المهم في كل النشاط الذي يجري بما فيها التعداد أن يكون الإطار سليما وسأقول لماذا عندما يجري التعداد في إطار سليم ستكون النتائج سليما الذين يزورون في الانتخابات بالطريقة التي شهدناها يعني شهدناها طوال هذه السنوات العشرين هذه كل الانتخابات وهذه التزوير وهم يعترفون بالتزوير وفي بلد فاسد واحد من أكثر 20 دولة فاسدة في العالم بشهادة منظمة الشفافية العالمية عندما حتى في الانتخابات بهذا الشكل هؤلاء سيزورون حتى في هذه النتاج الإحصائية سأقول لماذا لأن هذه النتاج الإحصائية ستظهر كم عندنا من البطالة الحقيقية وهم لا يقبلون بهذا الموضوع ستظهر كم لدينا من الفقر أعداد الفقراء وهذا لا يقبلون ستظهر كم لدينا من الأميين وهذا لا يقبلون به ستظهر أعداد الحقيقية للمحافظات للمدن أعداد السكان لأنه أنت في العملية الانتخابية توزع مقاعد في البرلمان نسبة إلى عدد السكان يعني تعطي مثلا كمثال هذا مثال متخيل أنا أعطي لبغداد 10 كراسي في البرلمان لأن نفوسهم 10 ملايين ويظهر أن نفوسهم 15 مليون أو يظهر أن نفوسهم 5 ملايين هناك اختلافات وهذا ما يحصل في الديوانية في البصرة في الموصل في الأنبار فبالتالي هذه النسبة هل ستقبل الميليشيات التي تتمسك بكل هذه المحافظات ولديها مقاعد في البرلمان تقبل بإحصاء سكاني دقيق وصحيح وغير مزور أنا أشك بهذا الموضوع مو أشك أنا واثق أنه أبدا لذلك حتى لو جئت بناس وبالتأكيد ستأتي بناس فنيين هذا الوضع الطبيعي الإطار الطبيعي نعم عندما يتحدث أستاذ صباح عام 57 وهو شارك في الانتخابات نعم في الإحصائيات وأنا شاركت في في إحصائيات 77 77 نعم أيضا دخلنا دورات وكيف يجري هذا والاستمارات وشاهدنا كلها قضايا فنية حقيقة وشون توزع الاستمارة في إطار يحترم هذه القضية ويريد أن يخرج بنتاج تفيده في بناء تنمية صح هناك خطط تنموية قصيرة الأمد وطويلة الأمد في بلد الفساد أعلى ما يمكن خراب أعلى ما يمكن شاركتم في هذه التعدادات لم تكن تتضمن أي علامات طائفية أو قريص لا لا أنا قلت لك في البداية حتى المشارك النبي وستاذ صباح ربما يعني يتحدث عن هذا الموضوع في 57 و 47 لم تكن أبدا أي فقرة تشير إلى هؤلاء سنة أو لا هناك فقط يمكن ربما فقرة موجودة ديانة نعم دينك مسلم مسيحي هذا حتى يعددون إيش قد إيش قد نسبة المسيحيين إيش قد نسبة الصابية إيش قد نسبة ليس أكثر إيش قد نسبة المسلمين وليش طواف لا أبدا لا أحد يتحدث عن الطوال وغير موجودة أنا راجعت كل هذه الكتب ولأن اختصاصي في هذا الموضوع قرأت كثير من وراجعت إحصاءات 57 و 47 لم أجد إشارة واحدة لهذه القضية أنه هذا السني وهذا الشيعي هذا معرف أبدا غير موجودة هذه ولذلك أعطموذ التخمين لذلك عندما سأل بول بريمر أنت مين جبت هذه الإحصاء يعني مين جبت هذه النسب 60% و 30% و 10% و 5% قال قالوا لي من قال لك قال هاي أمو الأحزاب اللي جاءوا معنا نعم فإذن هذه القضية فبالتالي أنت تسألني عن عن يعني هذا البعد الطائفي نعم نعم البعد الطائفي غير موجود أبدا لم يكن لم يكن موجودا أبدا في كل كل الإحصاءات التي جرت وغير موجود لكن هذه السياسة التي استعتذت بعد 2003 يراد بها التعميم على كل العراق ويراد بها أن فبالتالي هذه ستؤدي إلى إلى الوصول إلى إحصاء يضيف لك هذه القضية لأنه ببساطة شديدة الآن التقديم وشاهدنا استمارات تقديم إلى الكلية العسكرية يضعون فقرة شيعي أمسني وهذه غريبة أنت وعندما سئلوا لماذا قالوا لأجل التوازن العراق كان غير متوازن سابقا لا يبحث عن الشيع حرب 8 سنوات لم تفرق بين الشيع وهذه هذه الكذبة الكبيرة فبالتالي هم يريدون نسب معينة ووضعية معينة وإشاعة الطائفية وهذه الطائفية غير الطائفة دعني أقول مرة أخرى هم فرضوا هذا المصطلح على العراق الطائفية السياسية هذه هي اللي نتحدث عنها غير الطائفة فرضوها يعني أنا لا نتحدث عن طائفة شيعية وعن سنة وعن أبدان لا نتحدث عن هذا الموضوع هذا موضوع خارج الحديث لأنه يثير يشميزاز يثير كثير من الفساد والخراب هذا غير موجود لكن هم يتحدثون عن الطائفية السياسية التي تتخدمهم لذلك قال أحدهم واحد من قياداتهم قال عندما جئنا للعراق لم يكن لدينا جمهور فاختارينا الاتكاء على الطائفية ونتحدث بالطائفية حتى الليم جمهور وهذا ما يحدث وذلك الإحصاءات سيذهبون بهذا الاتجاه بشكيد ولا ماذا يستفادون من هذه الإحصاءات نعم مستمرون معكم مشاهدينا في هذه الساعة من طاولة حوار فاصل قصير ونواصل الحديث معكم ومع ضيوفنا برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة موسيقى معاناتنا ليش لإلها حلق ما لا مثيل أبد بكل العراق نازل 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 نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه الساعة من طاولة حوار ونتوجه بالسؤال إلى الأستاذ صباح المختار صباح اليوم وزارة التخطيط العراقية تقول التعداد السكاني قائم في الموعد المحدد في العشرين من شهر تشرين الثاني من هذا العام وهناك حاجة إلى ثلاثمائة مليار دينار عراقي لإنجاز عملية التعداد بصورة كاملة والأحصاء السكاني يشمل محافظات أقليم كردستان وكذلك محافظة التأميم السؤال هنا كيف سيكون تأمين الأموال؟ كيف سيتم إجراء عملية شراء مستلزمات هذا التعداد؟ كما ذكر المتحدث باسم الوزارة أن هناك أجهزة لوحية متطورة ستكون مستوردة من شركات عالمية رصينة تكون مرتبطة إلكترونيا بشبكة الاتصال العالمية لأن عملية التعداد ستكون إلكترونية بالتالي الشركات التي استوردت كل المنتجات في العراق والمستلزمات وأجهزة الانتخابات كلها شابتها كثير من عمليات الفساد هنا كيف سنؤمن أن هناك نزاهة في عملية الشراء وهذه المبالغ 300 مليار دينار؟ أريد استأذنك بالعودة لدقائق بالنسبة إلى التفضل من أخي وصديقي دكتور رافع أولا إشارته أنا أتفق معه أنه يمكن إساءة استعمال النتائج إضافة إلى تزويرها عادة كل التشريعات حينما تصدر تكون جيدة على ما يبدو ولكن يمكن تنفيذها بطريقة سيئة فيما يتعلق بالتعداد أو الإحصاء الذي سيجري في العراق أنا في ظني يجب أن يكون واسعا وشاملا وبالتالي يجب الحديث عن موضوع مستوى المعيشة والعمالة والبطالة والتعليم والصحة إلى آخرين وإضافة إلى ذلك هناك موضوع يجب أن نكون واقعين فيه هناك الآن في العراق طائفية سواء كان بغض النظر عن كونها معتدية أو لا هناك كذبة في العراق عن موضوع نسبة الشيعة والسنة في العراق وبالتالي أنا الأوان أن تتضح هذه الأرقام عن طريق التعداد قد يقال أنه ستزور كل شيء يزور هذه الدولة أو الحكومة السؤال هنا هل سيتم تضمين الطائفة في هذا التعداد؟ والله يا أخي أنا ما أعرف لكن أنا أظن أنه يجب أن يتضمن ذلك يجب أن يتضمن القومية لأنه بالنسبة إلى المجموعة قسم منهم ما يردون يتضمن قومية لأنه ما يصير العراق يكون عربي ما يكون عرب بالعراق أكو كراد وشيعة وسنة أكو بالنسبة لآخرين ما يردون يكونوا ينضب بها الشيعة والسنة الطائفية لأنه لحي يتضح أن الشيعة أقل من السنة إلى آخرين من هذه المتطلبات لذلك أنا أعتقد أن التعداد يجب أن يكون شاملا ويكون متوسعا وبعد ذلك يساء استعماله هذه الدولة قائمة على الفساد الدستور وضع خلافا لكل القواعد المعمول فيها استوردوه من واحد يهودي نوح فيلمان وجابه إلى العراق تم توزيع السكان والمجلس الحكم على الأسس الطائفية بدون أي دليل تم توزيع الانتخابات على نفس الأسس هذه كلها نعلمها جميعا وهذه إحدى النكبات فيما يتعلق بموضوع ما تحتاجه عملية التعداد نعم سيحتاج العراق إلى استيراد معدات كثيرة حسب ما فهمت حوالي 150 ألف لوحة ألكترونية أنا لا أعرف ما هي لكن أظن هي شيء من هذا القبيل يجب تدريب على الأقل 150 ألف عداد وبالتالي هذه تتطلب مبالغ كبيرة كيف سيساء استعمالها كيف ستقدم هذه ليس شيء أن نستطيع معالجتها كل الذي يجري في العراق الرواتب والصحة والتعليم كله هناك إساءة هل سيجري الإساءة في هذه؟ لا أعلم لكن يبدو أن الدولة تريد أن تجري أو هذه الحكومة لأي سبب كان تريد أن تجري عملية الإحصاء الحكومة تستطيع بكل سهولة لا تجري الإحصاء وتبقى تتحدث الشئة هم الأغلبية وبالنسبة لها كل الحصص والميليشيات والنواب حسب مثل ليش تسوي الإحصاء لكن أنا أعتقد أن هناك ضرورة للإحصاء وقد يساء تفسيرها النتائج ستكون صحيحة لكن كيفية تفسيرها وكيفية تطبيقها وكيفية استعمالها هناك ستكون المشكلة المشكلة ليس في التعداد وليس في الإحصاء وليس في جمع المعلومات نعم طيب ربما تنشأ مشكلة أخرى أو ستظهر مشكلة أخرى دكتور عبد السلام بالمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور التعداد والمناطق المتنازع عليها وضع التركمان وضع العرب مدينة أو محافظة التأميم في كاركوك وضع الأكراد حسب المؤشرات وحسب محللين سياسيين سيقولون وضع الأكراد سيكون محرجا بعد التعداد هل نحن ربما بعد نتائج التعداد إذا ما تغيرت النسب في كاركوك سنشهد صدام سياسي صراع سياسي من جديد على هذه المحافظة نعم الحقيقة قبل أن أتقل بالإجابة على هذا السؤال سمح الدكتور يعني موضوع الأقلية وموضوع الأكثرية يعني ما علاقة بالعملية الديمقراطية العملية الديمقراطية تقوم على الاستحقاق الانتخابي اللي نصير احنا أدنا بالحراق موضوع الأقلية وموضوع الأكثرية وكأنه الانتخابات أو العملية الفرز أصبحت لها تكليف شرعي أو بيعة أشبه بعملية البيعة إذا كانت تقوم على الأقلية والأكثرية لا يكون مبرر أو مصوق لإجراء الانتخابات وكما فضل الدكتور رافع الفلاحي يعني الإحصاء السكاني بالعراق منذ تأسيس الدولة العراقية وإن بدأ فترة متأخرة لا توجد في استمارة الاستبيان كلمة شيعة وكلمة سنة ناهيك أنه جميع العشائر العراقية العربية والكردية والتركمانية مكونة من الشيعة ومن السنة بخصوص الآن أجيب على سؤالك موضوع المناطق المتنازعة الحقيقة عليها هذا الحقيقة تعبير غريب يعني غير مقبول قانونيا يعني تعبير المناطق المتنازعة يشمل الدول ولا يشمل الحدود الإدارية للدولة الواحدة لذلك أنا رأيي المتواضع وإن كنت غير قانوني وإن لدي بعض يعني التخصص في مجال المجتمع القانوني يجب استخدام مصطلح المناطق المختلف عليها وليس المناطق المتنازعة عليها هذه النقطة وهذه النصة الخلافية عفواً بين حكومة برداد والإدارة الشمالية في كردستان رح تزيد التعداد السكاني من المعضلة الدستورية التي لا تعالج إلا من خلال الدستور وهي عادة كتابته من قبل خبراء قانونيين وليس من قبل سياسيين طارئين كتبوه تحت حراب المحتل نعم طيب أطفاً على هذا الموضوع دكتور رافع مدى تأثير التعداد على توزيع المناطق في التمثيل السياسي في البرلمان يقول مراقبون ويأكدون أن التعداد السكاني ليست له أي علاقة بزيادة التمثيل السكاني أو السياسي في المؤسسات التنفيذية أو التشريعية بالتالي ما يراد من إجراء هذا التعداد هل هو من أجل التنمية من أجل المواطن أم من أجل مآرب أخرى إذا كان الحديث يقولون أن هذا التعداد وربما هذا سيأخذنا إلى ما تحدث به أستاذ صباح مرة أخرى إذا كان هم يقولون أن هذا التعداد ليس له علاقة بالتمثيل في البرلمان فهذه كذبة كبيرة لأنه كل كرسي في البرلمان يمثل عدد من الناس في المحافظة الفلانية في المدينة الفلانية كل كرسي يمثل عدد معين فأنت عندما تعطي هذا الكرسي تعطيه إلى مئة ألف هذا يمثل مئة ألف مئتين ألف ثلاثمئة ألف يمثل مليون هكذا في كل العالم بهذا الشكل لكن عندما نتحدث أنه ضرورة أن نجري لأنه يجب أن تظهر النتائج صحيحة لن تظهر النتائج صحيحة لأنه من هي أدوات ما هي الأدوات التي تستخدم هذه الحكومة في تنفيذ مثل هكذا حكومة فاسدة حكومة مخربة تعتمد على سياسات طائفية دول أخرى تتحكم بها إرادات أخرى تتحكم بها إرادتها مفقودة سيادتها غير موجودة استقلال غير موجود طيب ما هي الأدوات التي تستخدمها ما هي حتى بالشكل العملي عندما استوردوا تحدثتت عن استيراد أجهزة عندما استوردوا أجهزة أكثر دقة وأكثر خطورة من هذه عندما استوردوا كشف المتفجرات أجهزة كشف المخدرات جابونا جهاز يبحث عن كرات القولف ما لا علاقة والناس تفرج على هذه القضية وتفوت السيارة والجهاز وإذا به هذا الجهاز مستوردي هو بـ 30 دولار قاله وما أدري بيش مشتري بـ 17 ألف بـ 30 دولار هو السعر الواحد ما أدري بـ 3 دولارات قاله وـ 17 ألف دولار هكذا القياسات والحبر بالانتخابات اللي يستوردوا والصناديق اللي يستوردوا والمبلغ 300 مليار دولار هذا كل الجزء 300 مليار تساوي حوالي 200 مليون دولار الدولارات 200 مليون دولار هذه 200 مليون دولار بغض النظر ستدخل في قضايا الفساد لأنه في بلد فاسد لكن أريد أن أقول بالنتيجة النتائج لن تكون صحيحة بالتأكيد لن تكون صحيحة أنت متشائم من ناحية لأنه لسبب بسيط جدا نعم عندما يقولون لنا أنه عدد سكان البصرة أربع ملايين من سيكذبهم يعني يقولون هذه النتائج التي توصلت بها الأجهزة العصائية تقصد ليست هناك ثقة ماكو ثقة هم يقولون درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة ثلاثين هي ستين العالم تقولها ما لها ثقة العالم ما لها ثقة بنشرة النشرة الجوية كيف سيثقون بإحصاءات يقولون الأدوات مالتها هي تابعة للحكومة مثل 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 هيئة النزاهة ومعرف منه بالتالي أنت أمام حالة غريبة حالة لا يمكن أن نثوق بها لأن الحكومة غير موثوق بها الآن الحكومة يقولون انتخبا الشعب هذه آخر حكومة هل فعلا انتخبا الشعب؟ ما 90% من العراقيين وكل العالم تعرف والأمم المتحدة تعرف وأمريكا تعرف والعراقين يعرفون أن العراقيين 90% من عدهم قاطعوا الانتخابات كيف قال أنه الشعب العراق انتخبه ما 90% من الذين يحق لهم الانتخابات المشاركة بالانتخابات لم ينتخبوا لم يشاركوا كيف يعني 10% يمثلون العراق ومن هم هؤلاء العشرة بالمئة وتفسب بسببهم على كل العراق فبالتالي أعود مرة أخرى أقول أنه النتاج لن تكون صحيحة وهم يريدون هذه الاعتمادها لأنه خلال العشرين سنة اللي مضت أكثر من عشرين سنة ما الذي جرى في العراق جرت عمليات إبادة جرت عمليات تهجير جرت عمليات اجتثاث تغيير ديمغرافي فبالتالي وصلنا إلى نتائج غريبة عجيبة الآن عندما الآن هم يتحدثون كذبا يقولون أنه التعداد 47 ذكر هل قد سنة وهل قد الشيعة وهل قد مدري منهم واستعداد 7 وخار وهو مما موجود هذه حقيقة طيب إذا ما أجروا على التعداد وقالوا لنا النسب هل قد من سيقوله الآن النسب مؤيدة ثابتة وعجريناها الآن انتخابات يجرون انتخابات مزورة ويجبرون حكومات ويجبرون العراقيين على وجود هذه الحكومات اسمح لي دكتور أتوجه بالسؤال للأستاذ صباح في النقطة التي أثرتها أستاذ صباح من يقرر نجاح التعداد دقة النتائج ما ستقول عنه الأمور في العراق في حال تغيرت النسب من هي الجهات التي من المفترض أن تشرف على هذا التعداد حتى تعتمد نتائجه أنا أدعي أن من الناحية الفنية الاستمارات الإحصائية ستكون استمارات موسعة ومفصلة وكبيرة وبالتالي من الصعوبة تزوير فقرة منها واحدة تتعلق بالطائفة أو فقرة منها تتعلق بالعدد وبالتالي من الصعوب تزويرها أنا أزعم أن النتائج ستكون مهنية وصحيحة المشكلة ليست في النتائج المشكلة هي في كيفية تفسير النتائج حينما تقوم الجهة المختصة اللي هو مثلا وزارة التخطيط وتقول أن نسبة الشيعة بالعراق هم 40% 70% أي النسبة اللي يقولها الدكتور رافع يقول أنه من يستطيع أن يحاسبها صحيح لا يوجد من يستطيع محاسنة ولكن مع ذلك هذه هاي مثل ما نقول بالعراق البطباطة هاي اللي أنه الشيعة أكثر نحتاج أن نوصلها إلى نتيجة موضوع أن الكراد هم يمثلون فلث الشعب العراقي هذه نحتاج أن نكشفه موضوع أنه كيفية هل من الممكن أن تخرج ولو نتائج مقاربة للواقع وفق الصورة التي نراها والله يا أخي أنا في ظني بغض النظر عن كل اللي تفضل به أخي رافع واللي أنا أتفق معاه هذه حكومة وجدت فاسدة وهي فاسدة وستبقى فاسدة وكما ذكر بالنسبة للانتخابات وغير الانتخابات وكل الأشياء هذا صحيح ولكن ليس لدينا أخي بديل يعني الآن إحنا بالنسبة لأننا نظل نقدر منها إلى أربع سنين نحتي الشيعة أكثر له السنة أكثر لا أنا عندي دليل ولا الآخر عدة دليل إذا طلع دليل ما والدليل كما لذلك قلت النتائج لا يمكن تزويره لأنه النتائج عبارة عن جداول وليست فقرة واحدة بالانتخابات تقدر تشيل حساب والذب واحد هذا ممكن نسوي طبعا سيجي قد تجري محاولات العراق مليء العراق أخي من رئيس الجمهورية إلى أصغر مؤنظم بالدولة يمارس التدليج هل من الممكن أن تتغير النسب؟ أو تسمح الجهات السياسية الماسكة بالحكم أن تتغير؟ والله أخي قد لا تسمح لكن إذا الأرقام طلعت هكذا سيجدون صعوبة في ذلك يعني كيف يجي يقول لك أنه أهل السماوة هم أكثر من أهل بغداد إذا طلعت الأرقام لا يستطيع ذلك قد يستطيع التفسير والتحوير وإلى آخره مثل الأقليات تسامع انتخابات يجيبون الناس اللي فشلوا بالانتخابات يدخلون بالبرلمان هذا العراق العظيم نراجز تسويات سياسية نعم هذا كل شيء لكن الإحصاء يبقى شيء مهم ومهني وأعتقد النتائج تكاد تكون صحيحة مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة لتصحيح النتائج فيما يتعلق بالمغيبين والسجناء والمهجرين داخليا وخارجيا إلى آخره وهذا يصعب ربما الوصول إلى دقة نتائجها دكتور عبد السلام هل من الممكن أن يؤثر التعداد السكاني على الأمن المجتمعي اليوم وتثار مرة أخرى مسألة الطائفية أليس هناك مآرب طائفية أو مآرب سياسية من وراء إجراء هذا التعداد وهل سيؤثر مرة أخرى على بنية الشعب ونسيج المجتمعي نعم الحقيقة يعني كما تفضل الأخوان الكريمان يعني التعداد حالة صحية من الناحية الفنية الحقيقة ومطلوب في مجال التخطيط الاستراتيجي في كافة المجالات ولكن أيضا بنفس الوقت أؤكد ولا أستبعد بأن للتعداد السكاني للأحصاء السكاني مآرب سياسية وسيكون الشيطان كما قلت في استمارة التعداد السكاني وأضيف بالإمكان تغيير نتائج الأحصاء والتعداد السكاني ليس من داخل العراق وإنما حتى من خارج العراق مثلا عملية تشكيل مجالس المحافظات هذه المجالس مرتبطة ارتباط وثيق حقوق العزاب المزيج الديمغرافي لأنه هناك كما أرى السيطرة على الأرض هي من عناصر القوة الديمغرافية في تشكيل السلطة وتغيير الديمغرافي يؤدي إلى تغيير الخارطة الجيوسياسية لا محال يعني هذه مسألة لا جدالة فيها هل ربما نشه التغيير جيوسياسي ديمغرافي بعد النتائج أو بعد التعداد؟ إذا تعطينا وقت لأن الموضوع أبعد من الموضوع التعداد السكاني أبعد من الموضوع العراق الحقيقي الموضوع التعداد السكاني له أهداف جيوسياسية المشروع الإيراني هدف تشكيل ممر شيعي عبر البحرين الأبيض والأحمر هذا المشروع بحاجة إلى المزيد من الجماعات البشرية الطائفية الولائية ليكونوا جسرا ووقودا لمشروعها لذلك تحتاج إيران إلى قوة بشرية موالية لها كي تتولى أمن الطرق والمواصلات البرية والبحرية للتجارة النفطية تهريب النفط والهيوانة العسكرية لذلك تم تجنيس أكثر من قرابة خمس ملايين لذلك تم سرقة الحاسبة المركزية حاسبة المركزية وزنها بالأطنان كيف تم سرقتها التي تحتوي على أهم مصائف ومستمسكات المواطن العراقي الأصير إيران تعتبر توطين المجنسين بمثابة ساتر أمني وعسكري وتعتبر المجنسين عمالة خدمية وأمنية هؤلاء سيتولون مسك الأرض من حديثة إلى القائم إلى كارفوك إلى الموصل باتجاه سوريا وتركيا لو سمح بسطين دخير تير وعبر تيال أمن البصرة باتجاه إيران وعبر كربلاء باتجاه السعودية لذلك تم نقل الملف الأمني والعسكري لمنطقة النخيب المجاولة للسعودية من محافظة الأنبار إلى كربلاء وإلى قيادة حمليات المنطقة الفرات الأوسط فهذه المشاريع وموضوع مشروع السجاك الربط السجاكي بين إيران والعراق وسوريا هذه الأمور كلها مرتبطة بالتعداد السكاني لمعرفة المناطق الليلة والرخوة والسواتر الديمغرافية لحماية أو لتحقيق المشروع الإيراني نعم دكتور مستوى الأمن الاجتماعي نعم نعم في نصف دقيقة للدكتور رافع أيضا عنده مداخلة نعم لما احتلت داعش الموصل حصلت على كافة المعلومات من شعبة القيود بدوائر الأجهزة الأمنية فبدأت الطارد الضباط والطيارين والكفاءات وكل المعارضين وتم ملاحقات ملاحقات هؤلاء وقتل من قتل واعتقل من اعتقل لذلك لا أستبعد أن تكون عملية التعداد هذه مخالفة لهدف داعش بل متناسقة نعم نعم دكتور عبد السلام نعم اسمح لي فقط أعطي وزقاق بزقاق نعم تفضل دكتور رافع نصف دقيقة كما يقول المخرج الحقيقة فقط وريد أن أقول نحن في هذا النقاش لا أعتقد نحن نبحث السنة أكثر والشيعة أكثر هذا الموضوع نهائيا خارج هذه ربما نحتاج إلى أحصائية تقول لنا شقد عدد للعرب في العراق لأنه هذا يهم في كتابة دستور جديد يقول لنا هذا شكل الدولة الشينية شكل هذه الدولة اللي اسمها العراق هل فيها سكان عرب أكثر؟ هل فيها أكراد؟ هل قد؟ نسبة الأكراد ونسبة العرب والمسيحيين والمسلمين نعم لكن لن ندخل بالطوائف من دخلنا بالطوائف دخلنا في متاهات كثيرة وهذه القضية الآن عندما أبحث أجد أن الأكراد مثلا يأخذون بعد 2003 17% من الموازنة وبعدين نزلوها إلى 12.6 لماذا نزلتوها؟ قالوا لأنه عدد السكان طيب شون طيعتهم 17% والآن تنزلون السكان هذا كل إلى علاقة رجعنا إلى المناطق المتنازح عليها وهذا الأكراد وهذا العرب وهذه المشكلة الكبيرة شكرا لكم على وجودكم معنا ومداخله أيضا الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرف في لندن شكرا لكم على المداخله والمشاركة الدكتور عبد السلام الطائي وأستاذ علم الاجتماع شكرا لكم على وجودكم معنا ونلتقي معكم مشاهدينا في حلقات أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة